هيقطعوهم لو ما لبسوش الحجاب فالبنت تحس بإحساس أشبه بالرفض إنه شخص مش مرفوض أو إنه هي لبسة الحجاب تحس بالنفاق إنه هي مش بتعمل ده لربنا خلينا أقول لكم وفي بعض الناس إحنا عارفين إنه بنقول القاعدة اللطيفة دي اللي إحنا لازم نرعيها إنه أي مشكلة أكثر المشاكل مع الرب سببها المشاكل مع الأب يعني مشاكل مع الوالدين عشان ما يجيش حد يتكلم ويقول يا جماعة الخير خلوا بالكم إن استخدام السلطة الوالدية في الأمور الدينية عتوضي الناس دي السيولة الدينية اللي إحنا بنسميها الإلحاد يبقى إحنا بنتكلم عشان ما حدش يجي يستغل اللي بيحصل ده ويجي يقول للناس سيبوا أولادكم وما تحاولوش تعلمهم الأخلاق والدين ضغطكم على البنات ومن استخدام الابتزاز العاطفي ده هيغل الوضع صعب جدا وعشان كده في بعض الأهل للأسف لما بيضغطوا على بناتهم بهذه الطريقة ويستخدموا الابتزاز العاطفي زي مثلا يجي يقول لها يرضيك يا بنتي أقف بين إيدين ربنا أتحاسب بسببك فتحس البنت إن حجابها مش ليها هي دي الأبوها هتتحجب عشان أبوها ما تسئلش أصد ربنا فحجابنا بها بس عشان أبوها ما يتحاسبش وتحس إن ربنا آسي لأنه مش شاب لها الفرصة إن هي تحبه بإرادتها لإني الأب مستعجل عشان في الأخ خالص الأم مستعجلة عشان ما تاخدش تيكيت ولا لقب أنا فشلت في تربيتكم والأب عايز ما يبقاش هو الشخص أنا آسف الكلام اللي بيتقال الكلام الكلام اللي ما يجسه والكلام اللي كله والعياذ بالله فحش لما يجي واحد من أصحاب التدين الكم يجي الواحد بنته مش معجب يقوله على فكرة دي دياسة على فكرة دي يعني نتقل لا لا أنت أياتها الأم الكريم وأيوها الأب الكريم مأمورين بنصحها لكن مش هتتحسبه لو إن هي ما أرادتش إن هي تتحجب لأن سبحانه وتعالى بيقول هي لو كلفت هتدخل إن فيه فصل ما بين الزمم ومش بقى طمئنكم لكن بقول لكم قاعدة قال لها تزير وزيرة وزيرة أخرى يبقى إذن هذه الفكرة إن بنعملها مع أولادنا بتخلي الحجاب أنا عايز أعمل الحجاب دا لي أنا عايز أستطيع عورودي أنا فمش عايز أعمل الحجاب دا عشان باباوها لأممتها يعايز أعمل الحجاب دا عشان دينها هي فبعض الأهل بيتغطوا على بناتهم بطريقة برضو طول ما أنت مش محجبة ربنا مش هيكرمك في حياتك ولا في جوازك فالبنت إيه أنا شفت ناس كتير فالبنت إيه يحصل بتبقى وقع صعبة خالص خالص إن البنت تتفوق وتبقى شطرة فإيه اللي حصل أنت عملتوا حجاب بينكم بين الدين بدون داعي فيضغطوا عليها دينيا زي طالما مش هتتحجبي يبقى ربنا مش هيقبل صومك ولا صلاتك وكأنك خرقت عن الإسلام وشفنا الفتاوى الفتاوى التي لا علاقة لها بهذا الدين إن يجي واحد يقول لا والله أنت صيامك مش مقبول عشان تمش عجب اتقوا الله يا جماعة بعيد وبكرر هذا ليس دفاعا عن عدم الحجاب ولكن دفاعا عن الحجاب تجاه هذه الأفكار التي في الحقيقة تخرج الحجاب تخرج ستر العورة عن وقار أنه طاعة وتجعل عدم الحجاب يصل إلى حد إلى أنه هو كفر ما ينفعش لا ده ينفع ولا ده ينفع عدم الحجاب معصية بلا شك لكن تركوا مش خروج عن الإسلام قل للطرق اللي فاتت دي بتصد بناتنا عن الحجاب يبقى النهاردة بقول لكم إيه بقول لكم وكاننا بنكلم عن نهاردة كيف ندعو وكيف ننصح بناتنا للحجاب مش العكس عايز تنصح بنتك بالحجاب تعمل إيه لازم تعرفها أن الحجاب طاعة وأن الحجاب كرامة فالحجاب من أكمل العبادات اللي بنرب عليها بلاتنا عشان توصلهم لمحبة الله لأنها بتنشعر أنها محل ودي الله وتكريم الله سبحانه وتعالى طيب إزاي ننصح بناتنا بقى بالحجاب أول حاجة البنات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوصفهم بأنها المؤنسات الغاليات يعني البنات دولة عاملين زي النسيم فلما تيجي تتعامل معهم تتعامل معهم مش بطريقة هاضربك في الحيطة هرميكي هصدك ده مش كله ده ولذلك ليه موصية خاصة في قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خير ويقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يولي البنت رعاية خاصة زي ما كان يخص بالحنان بنات وزي السيدة فاطمة وإن هي رضي الله عنها لما كانت تقبل على حضرة النبي وقبلها بين عينيها ويفسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم ويهتم بالبنت الصغيرة من بنات الأنصار وتمسك إيده وتمر وتفضل ماشي به في شوارع المدينة وما يتركش إيديها وحضرة النبي عليه ما عليه ومسئولياته ونظره في حال الأمة لكن بنت لطيفة رقيقة فتاخد إيده وتلف فبعد كده تروح وقف فبعد كده بعد ما تلف وتدور تسيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أراضيتي يا سلام على جمال حضرة النبي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن البنات أولى الناس بالمحبة والرعاية